الذي يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرى لأنه تقوى الله تحتاج مجاهدة واحد على شخص يعمل الواجبات ويترك المحرمات هو لجهاد نفس من غض بصره عن الحرام رزقه الله بصيرة إذا واحد غض بصره عن الحرام الله يكافئ بأن ينور قلبه بالبصيرة البصيرة بصيرة يميز فيها بين الحق والباطل والسنة والبدعة والشبهة فإن قلت من أين أقول تعال معي إلى سورة النور وانظر إلى ترتيب الآيات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم قال الله بعدها الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في قلب عبد المؤمن كمثل مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا النور الله في قلب المؤمن هو البصيرة هذا له علاقة بغض البصر هل تعرفون من يفسح للناس في المجلس أنت لما تكون في المجلس وتنزوي وتضيق على نفسك من أجل أخيك المسلم إيش ممكن يكون لك عند الله إذا فسحت لأخيك في المجلس يفسح الله لك في صدرك وفي رزقك وفي قبرك وفي الجنة قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا النتيجة يفسح الله لكم يفسح لك في كل شيء يفسح في صدرك ما يضيق يفسح لك في رزقك ما تضيق عليك في قبرك في الجنة وإذا نظرت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيرة ترجمة نانسي قنقر